السلام عليكم ومرحبا بكم مع أعزائي المشاهدين وعزيزاتي المشاهدة في هذا الفيديو جديد لكي تمنى من خلاله أنه يلقاكم بأحسن صحة وعفية وتكونوا إن شاء الله كاملين بخير وعلى خير فاليوم إن شاء الله في هذا النهار دي الجمعة كنت من لكم جمعة مباركة وما ننسوش أيضا الصلاة على سيدنا محمد في هذا النهار المبارك هذا فاللهم صلي وسلم وزيد ويبارك على سيد المحمدين وعلى آله وصحبه أجمعين أول حاجة قبل ما نبدأ بخيزونة أصيدنا لهذه العروض فأنا أريد أن نشكر بكثير من الناس يجعلوننا تعليق جيدا وأيضا حتى الناس الذين يشاركونا أيضا تجارب ديالهم فبتجارب ديالهم حنا كاملين كانت تستفدوا وهذا القناة تدرت على هذا الأساس هذا باش كل شي يستفد وكل شي يعرف شنو غادي ياخد واش حاجة مزيانة ولا خيبة فكانت تمنى تكونوا كاملين كتستفدوا من هذا الشرح وأيضا تجارب ديالناس خري فيما يخص العروض اللي كانوا اليوم فغدي يكون معنا واحد العروض غدي يكون نهار جمع الجيهة وهذه العروض رهوطانية غدي يكون جميع محلة شبه المغرب بالنسبة لتشاريخ ديالها غدي يكون نهار 12 شهر واحد فمنطوش عليكم بزاف مش يشفوا العروض مش يشفوا أشنو كينفها أول حاجة غدي نبدأ بواحد الحاجة اللي بزاف ديالناس كانوا كيقولوا ما مزياناش وباقي الناس كيقولوا ما مزياناش اللي هما هدل ويساداش جوج ديال الخدياش فهدو فيهم تقربا واحد نسكيلو ديال العمارة عمري بلاواط كيجيوا بخمسين درهم كينين ما ديش نقول بزاف ديالناس ولكن كينين واحد الفئة اللي هي قليلة ديالناس اللي كي يختم على قبل الوليدات ديالهم حنش يقول لك هادل ويساداش هادو نيك العمارة اللي فيهم تطلق الدلاري الصغار يعني ما ديش نتلق الناس اللي هم مكبر حنش كيجيوا يعني كيجيوا بحل كيجيوا كيسميهم بالاسم مثلا ديال المسمنات يعني كيجيوا خفاف بزاف بالنسبة لهنا كيني معانا واحد سريلي شخص هادل الماطلة هادل ستشمئة درهم عوض خمس مئة وخمسين او خمس مئة درهم باش كنتكشي حاليا جيبينها بسشمئة درهم ليتناشة الفريال تيبقى تماما معقول بمقارنة مع السوق هادل فيها تسعين على ميترو تسعين اهم حاجة اللي قد نتكلموا عليا فهادل غارانتي ديال خمس سنين يعني هادل تقدر فما ترين فاشلت قرر تسلي لكلمو داتيالها را عندكم الحق انكم تسافدون ديال غارانتي را كتعطيوها اليوم كيعودوها او لا كيبدلوا لها ذاك الرسولة اللي كيكونوا فيها باش حكا كترجع جديدة فحاولوا تسافدون هادل قادي ديال غارانتي دياله واخا كيف قلنا الغالبية ديالناس ما كيبغوش يسافدون منه فحاولوا ما تضيعوش راسكم بالنسبة لتعمال ديالك كيف قلنا 12 الفريل هنا كين معانا واحد الاختيك اللي هو زوين اول مرة تيجي فكانوا كيجيوا بدي ديفيزور بهذا الشكل هادا ولكن هاد المرة كيجي هادا مديكوري وايضا حتى بولا فهذا ديفيزور هادا ولهذا ناشر الروائح مع الإضاءة هذا كيخدم بشارجور دياله كيجي بواحد شارجور ديال 5 فولت 1 أمبير بالنسبة لتعمال ريزور دياله كيجي رابعة ديال الماء دياله 250 اميل فيه الكليراج يعني فيه الوينات اللي هما مختلفين ديال الكليراج ديال الإضاءة وبنسبة لهذا كيخدم كيف قلنا أوتوماتيك فكيبغير شارع روائح كالناس اللي متلا كيدروا فيه روائح اللي هي منختيار ديال الماء اللي كيدر فيه مثلا الماء معدوك الزيوت اللي هي معطيرة فبنسبة لهذا يجيب 1.8 ديال ثلاثين درهم اللي هي 600 ديال يبقى تعمال أكثر مناسب بالنسبة للديفيزور ولكنه كيجيو شي 50 درهم ومن بعد كين معنا أيضا حتى واحد لأختيك اللي هو جديد عند المحلة ديال بيم اللي هو هاد الوسادة ديال الدعم او الكوسان سيبور اللي خاص بلي بي 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 الوليدة صغر أطفال الرضع فبنسبة لهذا مصعب من البوليستير والقطن تيجيب 1.8 ديال تسعين درهم اللي هي 1800 ريال فيه 43 إلى 43 على 20 سنتيمتر فهذا كيف تشوفه هنا يعني كيخلي الوليدات اللي هما صغر يعني اللي بي 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 كي يريحوا مقادل من بعد كين معنا واحد صاك ديال سبور حقيبة ديال رياضة فهذا كيف كلنا خاص بالسبور ففيه بلايس اللي هما مختلفين يعني ما تيكونش فيهم غير حويج فمثلا كين فيه واحد بلاسة خاصة بالحديد الرياضية كتجيب الجن ساكي بانزوين مقاوم الماء بواحد نسبة لهي قليلة يعني ما شيء نقول الله سيطرش بالماء وليس يدخل له الماء فهذا مقاوم الماء مثلا بحال ذيك اللامي ديتري اللي تكون فيه صالة سبورة أو لا يعني كتلقوا بحالة مثلا الأرض مدمعة وهذا فالساك ما كيتعطر شو ديال داخل ما تعمر فهذا كي نجيب 120 ترهم لي 2400 ريال وبنسبة لي هرا ماشي كبير بزاف فهذا مثلا كي لقل الناس اللي كيدرون مثلا المسكيولاسيون أو لا بالنسبة للناس اللي كي يكونوا كيزوا معا الملابس اللي هي كشيرة ديال الرياضة فما غاديش يقدم حاجة فيها تقربة نغيشي 47 سنتيمتر يعني فيه 20 سنتيمتر هناك كي معنا واحد العربة ديالتسوق أهم حاجة فيها هو الثامان الثامان ديالة شوية غالي اللي هي 300 ترهم بالنسبة لهذه ماشي عادية بحالها بحال العربة ديالتسوق اللي كانوا من قبل شاريو ديالتسوق فهذه كتجي بليابل أول حاجة أنها كتطوة الروايد ديالها روايد اللي هما كبار شوية فيهم شي 21 سنتيمتر في القطر وبنسبة للروايد أيضا راه فيهم حتى فيهم حتى لرولمو يعني لورما كيف كان سميوه فالاخرين يكونوا مجلسقين غير في الحديدة بشكي يدوروا هذو كيكونوا في موحد لرولمو بشكي يبقى صحاح بالنسبة لثلثمية الدرام لها الوصف فالفريل وحتى الساك يتحيد بوحده كي يكون صحيحة الساك عادية فهذا يبقى مقاوم الماء ومثيب تبقى مقاوم البي فالفريل يبقى صحيحة وأيضا العربة ستكون صحيحة وكل الدين وكل الشراء هنا ايضا يوجد راديو من بي متعدد الوظائف بالنسبة لهذا كيف كنا فيه راديو اللي هي الفونكسيون دياله العادية في ايضا حتى المون بي يعني كدروا بي الريفاي وفي ايضا حتى كي افيشي لكم حتى درجة ديال الحراري كتكون عندكم في البلاس اللي انتم مريحين فيها وبنسبة الوقت اللي كي افيشي راكي افيشي سوى ديال معني بمثلان بـ 12 ساعة ولو بـ 24 ساعة على حساب انتموان كيف تختاره؟ تمام ديل هادا تجيب 120 درهم اللي هي 2400 ريال ومن بعد كين معانا واحد المصباح فهذا المصباح زوين مصباح لاسلكي يعني صنفيل وفيه واحد مستشعري واحد كابتور ديال الموفمون فبنسبة لهذا كي يجيب 50 درهم تتقدروا تعالقه في اي بلاسة بالنسبة المصباح فهذا كي يخدم بربعة ديال الحجرات بربعة ديال الحجرات والحجرات بطبيعة الحجرة لا تشعرون لكم بهم لا يجب أن تشريهم لا يجب أن تأخذوا حجرات اللي كي يكونوا مثلا زوانية لكي يشدون لكم واحد المدة التي هي طويلة بحل لامارك ديال راسل بالنسبة في الجنب دياله بشكل مستشعري هذا الشخص الاني amazing بالنسبة لهذا الجهاز ما لهذا الجهاز لأنه يوجد 27 سنتيمتر لأنه لم يجب اكثر يعني هنا في الصورة اللي جيتوا تشوفوا ركيب لكم متر يقدر يوصل حتى نصم متر فقدر فيه تقريبا غير 27 سنتيمتر هي اللي فيه وبنسبة المستشعر ستشوفوا البلاثة ديالله فكي يجي في الجنب باش كيف قلنا منك تكون حركة ولا تكون شيء حاجة فكي يخدم وبنسبة الإضاءة ركي يقدر يعطيكم الإضاءة والموفمو متر منك تكون الحركة على بوعد 3 متر وراه يكيش على رأسه بالنسبة لي هنا كينا معنا ايضا حتى قد يبقوا في الليد فكينا معنا واحد ثلاثة ديال المصابح اللي هما ديالليد وكي تجي معاهم واحد التالي كوموند ديالهم باش كتشعلوهم فقدوا تمام مرة سهلين في الانستالاتيون ديالهم كي يجيو بتمان ديال 50 درهم اللي هي الف ريال تعدو تيبقى تمان زوان فهذا كيف قلنا كتقدو تتحكموا فيهم غير التالي كوموند كتشعلوهم وكتطفهم وكين معنا ايضا حتى واحد ملتي بريز منسبة لهذا الملتي بريز سوف نشوفه اشنو كين فيه انا نذكر لكم الثامن هو اللي هو اللي باش منساش فهذا كي يجيب 70 درهم اللي هي 1400 ريال منسبة لهذا الملتي بريز فيه البريز العادي وفيه الطير اللي يكون بحال البريزات ديال مثلا من البريزات او التلاجات الى غير ذلك فهذاك البريز اللي كي يكون كبير وكين فيه ايضا حتى واحد جوج ديالي كابل يوزبي فكين اللي هو تيب سي وكين ايضا حتى الكابل اللي هو يوزبي عادي فهذا كتقدروا تشارجوا منه التليفون فهذا الشارجر هذا ماشي فاسط غير عادي وبنسبة الحاجة اللي زيدة فيه ففيه بحال شكل ديال بولا يعني كفي الايضا ايضا اه تاير عنده بوطن ديال باش كتفى وكتشعله حتى ما غاديش تكون مزيانة انها ما تلا انتبقاش على ديك المودرية كيف قلنا التامان ديالو 1400 ريال 70 درهم وكين معانا واحد جاران ذا او لا جارة ديال الزج فبنسبة لهذا كي يجيب 22 درهم اللي هي 400 ريال او تحضر هادى بلاستيك وهذه كتفى وعندها جوانا بديالها باش كتقدروا تحطوا عصوات تحطوها مثلا ميلا أو لا واقفة فيعني كتفت على جميع الجوانا بديالها هناك كين معانا واحدين من هناك لديل ساج هادو عندهم اللي ديالهم بكيهزو اييتر والغطاء بطبيعة الحال فهدو ديال ساج كتقدروا تستعملوهم لبواصن مثلا بحل الماء بحل العاصر كي يقدرون الناس يستعملون أيضا للزيش فهذا يجيو بـ 25 درهم اللي هي 500 دريح فكانوا هدوما جميع العروض اللي ستشاهدون إن شاء الله عن محلة تدير بمتداء من جمعة الجيين نهار 12 شهر واحد أو 12 يناير فأنتم من هذا الفيديو هذا الشرحتي ليوم ويكون أعجبكم وبطبيعة الحال لا أتركوا دائما بتعليق وتشجيع عدي لكم لنا وانت لقاكم في الفيديو جديا لقاكم كامل يبقى أحسن صحة وعافية لكم حين كان بنقول لكم دائما شبارك الله